نشوف أخبارنا الرئيسية عندنا سيادة الرئيس النهاردة كان بيتابع وده الحقيقة سمة رئيسية في سيادة الرئيس إنه الحاجات الخاصة بالمشروع القامل للإنتاج الزراعي والسطلح الأراضي في الدلتة الجديدة الحقيقة كانت من ضمن العناصر الرئيسية في الحوار النهاردة أو في الكلام النهاردة مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الزراعة وبعض المسؤولين في هذا الإطار الحقيقة الرئيس كان بيتكلم عن نظم الرئي وترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الإدارة وده زي مولت حضركم كده دي سنة خلاص عندنا بنشوفها العياء كل يوم اجتماع مع حد من المسؤولين لكن النهاردة كان مستجدية المواقف التنفيذ للمشروع القامل للإنتاج الزراعي والسطلح الأراضي في الدلتة الجديدة كان هو العنوان الرئيسي لأن دي سياسة دولة استراتيجية دولة عشان بنحاول بقدم كان زيارة الرقعة الأراضي الزراعية وإحنا تكلمنا في المسائل دي قبل كده وسياسة الرئيس كان بيشدد عليها لأنه قدما بتصلح أرض بتجذب شخص أو بتجذب أشخاص أو بتجذب مجتمع في النهاية بتقيم علاقة ما بين المواطن وما بين الأرض الزراعية وما بين الإنتاج اللي موجود في هذه الأرض وما بين فبالتالي بتخلق مجتمع جديد إحنا كنا عايشين على 3% من الأرض بنحاول بقدم كان يبقى 10% بنحاول بقدم أبعد من 10% إن شاء الله في الفترة الجاية بحيث إن إحنا نزود الرقعة السكنية اللي في أساسها برضو إنه بيكون في مجتمع زراعي لأن المجتمع الزراعي قائم على شريط الدلتة فقط فإحنا عايزين بقدر الإمكان في الفترة الجاية يكون فيه استغلال لمساحات كتيرة جدا من الأرض في مصر على اعتبار إن إحنا نقدر نعمل عملية تنوع بشري في الأرض على مستوى مصر كلها للحقيقة لما نقعد في 3% ونتركز في 3% أو 5% أو 7% أو 10% وسيبين 90% لا إحنا أعتقد الرئيس يتكلم في هذا الأمر وبإذن الله الفترة الجاية هناش هتتوسع كبير جدا في عملية بناء مجتمعات سكنية وبناء مجتمعات زراعية والتآلف اللي ما بين السكن والزراعة في هذا الأمر أعتقد شيء ضروري جدا يعني فالرئيس النهاردة كان بيتكلم في هذا الإطار يعني ربما محتاجين شوية تفصيل عن الاجتماع بتاع النهاردة فيه جزء كبير زي ما قالت الحضراته وكده منه بيبقى مرتكز على فكرة استغلال الأراضي الموجودة استغلال المساحة الموجودة الرئيس النهاردة لما كان حتى بيتكلم مع الدكتور مصطفى مدبولي اللي هو رئيس المزراء وده واحد الحقيقة يعني الدكتور مصطفى مدبولي برضو من خبرته الكبيرة في قامة المجتمعات العمرانية وقامة المجتمعات السكنية الحقيقة بقى عنده خبرة كبيرة جدا ما بين القائم في أزيل الأرض أو القائم في أزيل مساحة مع الشق الزراعي مع الشق السكني زي ما قمت حضراتكم يعني بيشوف دلوقتي مدينة بدر قبل كده كنا بنشوف مدينة السادات قبل كده كنا بنشوف مدينة السادس من أكتوبر استفدنا ازاي من الإقامة بتاعتها قبل كده كنا بنجي مدينة 15 مايو كل دي على فكرة مدن صناعية مدينة برج العرب كل دي مدن صناعية كنا بنستفيد منها وما زينا بنستفيد فبناخد الخبرة الكبيرة اللي من هزي المدن دلوقتي وبنعملها زي الدلتا الجديدة حتى سيادة الرئيس كان في المينيا كان في مدينة المينيا الجديدة فهي في بعض الأفكار كده أو أفكار كتيرة في هذا الإطار بنشوف محافظات كتيرة في هذا الأمر وبنحاول بقدر الإمكان برضو وبقدر الظروف الملائمة وبقدر المتابعة الدقيقة من سيادة الرئيس والمسؤولين إن احنا نستفيد بالرقعة الموجودة في الدولة المصرية ونزود هذه الرقعة الزراعية أو السكنية وإن شاء الله المستقبل يكون أفضل بكتير في هذه المرحلة فكل التقدير والاحترام لمستهزيل المجتمعات زي مقلت في حضراتكم يعني حتى الصورة بين قدام حضراتكم هي الإجتماع في أكتر من مسؤول في أكتر من قطاع المسائل دي هتبقى في إطارها الطبيعي